هذه التقفية المميزة للعرب أينما كانوا إذن بدأ الوضع واضحا الآن أن هذا التخريب تم بفعل فاعل والجزيرة الرياضية ستلاحقه مهما كان الأمر ندب الآن مباشرة مدينة أخرى كيف تعاون وسنواصل إلى الأمام مهما كانت التكاليف والجزيرة الرياضية كما ذكر أزمين لخذر بالريش أنها ستتابع قضائيا كل هؤلاء وكل ما أقول في النهاية رغم كل هذا رغم أن كل هذه الانقطاعات وهذا التشويش خارج عن نطاق الجزيرة الرياضية فنحن نعتذر لدى أساد المشاهدين ونعيدهم دائما بالمزيد ونعيدهم نحن دائما نتصدى ونحن دائما دائما صامدون ونحن دائما نأمل في النجاح ونأمل وأننا دائما ومؤمتنا الأولى والأخيرة هي أن نرضي المشاهد العربي لأن المشاهد العربي أينما كان ينتظر الجزيرة الرياضية فنحن اليوم في مهمة أعلامية رياضية وليست سياسية لا علاقة لها بأي شيء فالرياضة للجميع وكرة القدم للجميع وأكبر دليل وأن الجزيرة الرياضية اليوم قدمت على الهواء مباشرة وعلى القناة المفتوحة فعاليات كأس العالم فالله يهدي هذا ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهؤلاء ونتمنى أن الجميع ضعفاء أمام هذه القوة الأعلامية والحمد لله للجزيرة الرياضية أن يفهموا مرة واحدة أنه لم جلل المزح مع الجزيرة الرياضية فاصل ثم نعود فابقوا معنا